نفى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط علمه بوجود أي ضغوط على القادة العرب لعدم حضور القمة العربية الاقتصادية في لبنان أبو الغيط وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية جبران باسيل أعقب البيان الختامي للقمة أكد أنه لم تصله أي معلومة عن رغبة أمريكية بعدم حضور بعض القادة العرب ليس لدي إطلاقاً ولم أعلم إطلاقاً عن ضغوط مورسة على دولة عربية هنا أو هناك للحضور أو عدم الحضور يعني من لديه هذا الشك عليه أن يقول من مورس عليه ضغوط ولماذا أبو الغيط وردًا على سؤال حول إبداء أسفه لعدم حضور ليبيا بينما لم يأسف لعدم دعوة سوريا أكد أن هناك قرار صدر عام 2012 من الجامعة علق عضوية سوريا فيما يتعلق بليبيا لا يوجد مثل هذا القرار حدث ما استصار القيادة الليبية تصرفت بهذا الموقف وبالتالي القضياتين مختلفتين تماماً عن بعضهم البعض من جهته أسف باسيل لانقسام اللبنانيين وتمنيات البعض بفشل القمة معتبراً أن ما حصل مخجل ومؤسف كثير أنه يكون صار فيه جزء من اللبنانيين بده القمة تنجح وجزء بده القمة تفشل وكأنه النجاح مش لكل اللبنانيين والفشل مش لكل اللبنانيين ولا كل العرب باسيل أكد أن القمة تشكلت بداية لعودة الدول العربية إلى لبنان وعودته إلى الحضن العربي اشتركوا في القناة